مع إجراؤه من قبل إقليم كردستان في شهر أيلول المقبل معلنة من جانب آخر دعمها لإجراء انتخابات محافظة كاركوك بشروط معينة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية برئاسة رئيس الجبهة النائب أرشاد الصالحي والذي تم خلاله أيضا مناقشة سبل تطوير أداء فروع ومكاتب الجبهة التركمانية في عموم المحافظات فضلا عن مناقشة خطط دعم الدراسة التركمانية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة كما تم بحث قضايا أخرى تهم الشأن التركماني عقدت الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية اجتماعا برئاسة رئيس الجبهة النائب أرشاد الصالحي لمناقشة مجمل التطورات على الساحتين العراقية والتركمانية حيث استهل الاجتماع بتلاوة سورة الفاتحة وقوفا على روح المناضل والمفكر التركماني غازي عبد المجيد الذي كان قد توفي الأسبوع الماضي حيث أشاد الصالحي بالجهود التي بذلها المناضل الراحل من أجل نصرة القضية التركمانية العادلة وجرى في الاجتماع طرح أبرز المستجدات على صعيد الوضع السياسي والأمني في العراق عموما والأوضاع في مناطق تركمانية إضافة إلى موضوع انتخابات محافظة كاركوك والاستفتاء المزمع إجراؤه من قبل إدارة إقليم كردستان وفي جانب آخر من الاجتماع تمت استضافة شخصيات التربوية من القائمين على الدراسة التركمانية لبحث مواصلة الدعم المقدم للدراسة التركمانية كما جرى خلال الاجتماع استضافت كل من مدير عم فضائية تركمانية المنهى جرغل ومدير التلفزيون سهيل قاسم حيث أثنى رئيس الجبهة التركمانية العراقية الناب أرشد الصالح بجهود فضائية تركمانية في دعم القضية التركمانية وإيصال صوت التركمان إلى العالم أجمع فيما قدمها جرغل شرحا عن المساعي التي تبذلها فضائية تركمانية لخدمة قضايا الشعب التركماني مؤكدا أن الفضائية تعمل على خدمة التركمان جميعا وتسعى لتغطية كل الأخبار والتصريحات التي تصدر من الجبهة التركمانية وهي مفتوحة أمام رئيس الجبهة التركمانية العراقية وأعضاء الهيئة التنفيذية للجبهة لكل ما فيه خدمة التركمان كما تم أيضا استضافة مدير الدائرة الانتخابية في الجبهة التركمانية لبحث الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي تصريح لفضائية تركمينلة أوضح عضو الهيئة التنفيذية والناطق باسم الجبهة التركمانية العراقية علي مهدي أن اجتماع الهيئة التنفيذية ناقشت تطورات في العراق والأوضاع في محافظة كاركوك حيث تمت مناقشة موضوع انتخابات كاركوك والتأكيد على دعم الجبهة التركمانية لإجراء انتخابات كاركوك بشروط معينة وأن الجبهة لن تشارك في انتخابات نتائجها معروفة سلفا مضيفا أن الشروط التي تطرحها الجبهة التركمانية لإجراء انتخابات كاركوك هي أولا تحرير جميع الأراضي العراقية ومنها تلعفر والحويجة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وتدقيق سجل الناخبين في كاركوك وإزالة التلاعب الموجود فيه وثانيا التأكيد على أن مستقبل كاركوك يجب أن يقرره العراقيون جميعا وثالثا توزيع المناصب بشكل متساوين بين مكونات المحافظة لافتا إلى أن النواب التركمان في بغداد يعقدون منذ سبوع اجتماعات بهذا الخصوص فيما أنهم عقدوا في كاركوك أيضا اجتماعا قبل يومين مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن انتخابات كاركوك وقد يشاركون غدا في اجتماع آخر مع الأحزاب الكردية بهذا الشأن وأشار علي مهدي إلى أن الموضوع الثاني الذي ناقشته الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية في اجتماعها هو الاستفتاء المزمع إجراؤه من قبل إدارة إقليم كردستان الذي يعارضه المجتمع الدولي برمته مضيفا أن الجبهة التركمانية أعلنت رفضها للاستفتاء ودعمها لوحدة العراق والعيش المشترك بين أبنائه وقال إن من كان يريد إجراء استفتاء بشأن الاستقلال فأن التركمان أيضا يحتفظون بحقهم في الاستقلال بمناطقهم إلى ذلك نوه الناطق باسم الجبهة التركمانية العراقية علي مهدي بأن اجتماع الهيئة التنفيذية ناقش في جانب آخر وبحضور عدد من المسؤولين في الدراسة التركمانية سبل تطوير أداء الدراسة التركمانية وزيادة أعداد التلاميذ المسجلين في المدارس التركمانية الأساس ووضع خطة بهذا الصدد كما تمت أيضا استضافة مسؤولي دائرة الانتخابات في الجبهة التركمانية لبحث الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في كاركوك والمحافظات الأخرى كما أشار علي مهدي إلى أن اجتماع الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية ناقش سبل تفعيل وتطوير عمل فروع ومكاتب الجبهة ومنظمات المجتمع المدني كما تمت مناقشة موضوع النازحين من أهالي تلعفر والقرى التابعة لقضاءة الصخر ماط وأهمية ضمان عودتهم إلى مناطقهم بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي وإعادة إعمار تلك المناطق بعد أن انتهت القوات الأمنية والعسكرية من تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي رجحت مصادر أمنية انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر التركمانية والمناطق الموصلة